السلام عليكم متابعين الأعزاء اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام اللهم علمنا بما تنفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين فيديو النهاردة زي ما حضرتكم شايفين مكملين مع بعض سلسلة النباتات والفواكه النادرة اللي منقدمها حول العالم والفيديو بتاع النهاردة زي ما حضرتكم شايفين نوع مختلف من الطماطم ومش متداول كتير حنتعرف على بعض المعلومات عن الطماطم بتاعتنا دي أتمنى في البداية ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة ما تنسوش كمان تفعلوا الجرس على كل عشان يوصلوكم كل جديد لو بتشرفوني الأول مرة من قد مجموعة ندرة جدا من الفواكه والخضروات وكمان مجموعة متنوعة من الفيديوهات والوصفات إن شاء الله ستنال إعجابكم فأتمنى طبعا لو بتشوفونا الأول مرة ما تنسوش تعملوا جولة سريعة على محتوى القناة بإذن الله هتعجبكم الفيديو بتاعنا يلا بينا على طول نسام الله ونصلي على الحبيب المصطفى وفي البداية نتعرف مع بعض على اسم الطماطم بتاعتنا دي اسمها تشوريكي بيربول توميتو النوع ده من الطماطم بيرجع إلى هنو تشوريكي طبعا هنا النوع ده من الطماطم موجود من أكتر من مئة عام ولكن تم معرفته أو ناسب تتعرفه عام 1990 وده بعدما راجل إنجليزي تلقى هدية من جار ليه من ولاية تينيسي واخد الهدية ديه كانت الهدية ديه تعبارة عن نوع الطماطم ده اللي هو تشوريكي بيربول توميتو قال جرين ان البزور جات ليه من جاره اللي كانت عائلته بتزرع الطماطم المميزة ديه لأكتر من مئة عام بعد تلقيه البزور كهدية من هنود شوريكي ده سبب التسمية وده طبعا ده المتداولة على المواقع التواصل الاجتماعي فهو قالوا إن التسمية جاية من هنود شوريكي عشان كده سموها بهذا الاسم تم تصدير الطماطم ديه بكميات محدودة عام 1993 في البداية المزارعين رفضوا إنهم يزرعوا نوع الطماطم ده لأن طبعا خافوا الناس ما تشتريش النوع ده لأن زي ما حضراتكم شايفين غالب عليها اللون الارجواني الداكن بالشكل بتاعنا كنا نشرنا قبل كده على القناة البطاطا الارجوانية أو البنفسجية وكمان العنب البرازيلي ديه النباتات اللي تغي عليها اللون المنفسجي شوية وإن شاء الله الحبيب يتعرف على الفيديوهات ديه إن شاء الله هسيب بعضها لحضراتكم في اللينج اللي في أول تعليق الطماطم ديه شبيهة بالكدمات طبعا كانوا خايفين الناس ما تشتريش النوع ده من الطماطم لأن الطماطم ديه فيها نسبة عالية جدا من مراكب الأنسيوسيانين وطبعا هنا المراكب ده مفيد جدا بيقلل خطر الإصابة بأمراض القلب وأمراض الأوعية الدموية وكمان السرطانات ديه كان بعض المعلمات عن الطماطم بتاعتنا أتمنى طبعا نكون قفتناكم وإن شاء الله الفيديوهات حسبها لكم في أول تعليق وتشوفوا المحتوى بتاعنا جلقتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة